مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة ونناقش فيها مع تكبد غازبروم أول خسارة سنوية في عقدين هل خسرت روسيا حرب الطاقة؟ وبعد نحو عامين على الشعال الأزمة هل توت أوروبا صفحة أزمة الطاقة؟ روسيا التي رهنت على ورقة الطاقة في صراعها الأخير مع الغرب وأوروبا تحديدا تجد نفسها اليوم أمام وقع مختلف تماما شركة غازبروم الروسية تكبدت خلال العام الماضي أول خسارة سنوية لها في 24 عام مع تأثرها بهبوط أسعار الغاز الطبيعي وتراجع الشحنات إلى أوروبا فموسكو وجدت صعوبة مالغة في إيجاد أسواق بديلة للإمدادات التي كانت تتجه للقارة العجوز وخاصة أنها كانت تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 80% من صادرة روسيا من الغاز الطبيعي كما أن الرهان على الصين لا يزال موضع شكوك في ظل عدم حدوث تقدم كبير في تشهيد خط أنبيب قوة سيبيريا 2 الذي من المفترض أن ينقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2029 من روسيا إلى الصين أوروبا التي تحررت من الغاز الروسي تبحث اليوم فرض عقوبات على قطاع الغاز الذي ستنذه من أي عقوبات حتى هذه اللحظة وهو ما قد يصعب المهمة على موسكو لكن على الطرف الآخر ليس بالضرورة أن تدفع روسيا ثمنا باهظا من جراء خسارة أسواق الغاز الذي يساهم فقط بـ 20% من مساهمة قطاع التاقة في الميزانية الروسية مقابل مساهمة أكبر بكثير للنفط الذي لا يزال يجد طريقه للأسواق العالمية كما أن عوائد روسيا من تصدير التاقة خلال هذا العام من المتوقع أن تصل إلى 126 مليار دولار أي أكثر مما كانت عليه في العام الماضي هذه الأرقام تعني أن موسكو ستبقى في مأمن من أي صعوبات مالية أقله على المدى المنظور موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأبدأ معك سيد ديمتراخوفيتش هل فعليا خسرت روسيا حرب الطاقة امام اوروبا؟ شكرا لاستضافتي اعتقد بانها كانت حربا ربما عانا منها الطرفان من وجهة نظري كانت هناك مشكلة للطرفين في هذا النزاع بالنسبة لروسيا المشكلة الرئيسية هي طبعا الغاز الطبيعي الذي طبعا كان يستهلك بكثرة والان يستهلك مثلا من الصين وهناك طبعا خط سينشأ وهو خط قوة سايبيريا 2 وليس هناك عقد لحد الساعة قد وقع وهناك ايضا مشكلة بالنسبة للغاز الطبيعي المسال فروسيا بحاجة الى التكنولوجيا وعليها ان تجد بديلا ولتعمل ايضا ربما حتى مع الشحنات مثلا او السفن لنقل تلك ذلك الغاز الى الصين او الهند او غيرها من الاسواق طبعا الوضع لا يبدو جيدا لروسيا ولكن روسيا غيرت دفق مثلا النفط والعديد من السلع الى مناطق اخرى اما بالنسبة لاوروبا فكان عليها نعم ان تقلل مثلا انتاجها الكيماوي وفي العديد من القطاعات فمن وجهة النظر خسرت اوروبا التنافسية مقارنة طبعا مثلا مع الصين والولايات المتحدة وبعض الاقاليم الاقتصادية الاخرى ولكن نعم اوروبا ايضا تجوزت المحنة وروسيا ايضا ولكن الضرر مسى الجانبين سنتقل بسؤالي ايضا لك سيد جوليان هل ربحت اوروبا المعركة امام روسيا مساء سعيد اليكم وطبعا كما قال الزميلي فالطرفان عانيا كثيرا ولكن اقول انه ربما ازمة الطاقة هذه كانت افضل شيء حدث لاوروبا واظن بان هذه الازمة قد انتهت او ربما قد تم حلها هناك الكثير طبعا من الطاقة التي تأتي الان من جميع المناطق من قطر روسيا كندا الموزنبيق والولايات المتحدة اذا بعد سنوات وربما بعد سنتين فاوروبا ستحصل وسنعوم كما يقال في الطاقة والصناعة الاوروبية ستتمتع ربما حتى بكهرباء رخيصة اذا اظن بانه نعم اقول بانه كانت لدينا ازمة ولكن اوروبا اتخذت قرارات كانت حاسمة واستطاعت ان تقلل التأثير او الاعتماد على الغاز الروسي نعم هي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال من مناطق اخرى ولكن لم يكن ان مثلا ان نبني الموانئة وغيرها الامر كان يتطلب سنتين والمانيا سطاعت ان تبني العديد منها في اقل من عشرة اشهر اذا هناك بعض الاشخاص الذين يعتقدون بان الرد ربما كان قصير الامد وسيحدث مشكلة ولكن لا اتفق مع ذلك فخلال عامين اوروبا لن تشتري فقط ما يكفيها ولكنها ستتمتع كما قلت والاوروبيون سيكونون في موقف حتى مثلا يقدم او يحصل على هذه الطاقة بالاستغناء تماما عن روسيا في هذا الوقت سيد متراخوفيتش الصين والهند كانت وجهة لقربة التسعين في المئة من الامدادات الروسية هل برأيك الاسواق الاسيوية كافية ان تكون بديل لاوروبا هل تستطيع الاسواق الاسيوية ان تأخذ كل هذا النفط الذي كان يوجه لاوروبا او عفوا الغاز بالتحديد اتحدث اعتقد بانه في المنظور سيكون هناك طلب كبير من الاسواق الاسيوية من الصين والهند خصوصا وايضا الدول النامية وشعوب تلك الدول التي بكل تأكيد تطلب طاقة اكثر حتى ينمو اقتصادهم هناك هذا السوق على المدى الطويل وسيكون جيدا بالنسبة لروسيا اذا قارنناه بما يسمى العالم الغني حيث مثلا الاقتصاد الان لا ينمو كثيرا في اوروبا فيمكن ان نبيع طاقة وموارد طاقة اكثر للصين حيث الكثير من الاشخاص يستعملون السيارات سواء كانت البنزين او السيارات او غيرها وسيستعملون ايضا المكيفات وغيرها ومن الصعب جدا ان نبيع طبعا غازا اكثر او نفطا اكثر لاوروبا بسبب كما قلت تجميد الطلب هذه الازمة التي رأيناها من الفين واثنين وعشرين هي استمرار فقط للمسار القديم حيث ان روسيا كان عليها للأسف ان تتخذ مسارا اقتصاديا وكان عليها ان تتحرك وعليها ان تتحرك الان طبعا للعمل مع الجنوب العالمي كما يقال في المدى الطويل الصين والهند نعم ستطلبان اكثر من الغاز اكثر من اوروبا وهذا واضح ولكن الامر يستغرق وقتا ويتطلب تكنولوجيا وجهودا لاعادة بناء الاقتصاد وايضا لاعادة التوجيه الى الاسواق وخاصة فيما يخص الغاز الطبيعي المسال وربما هناك سنوات نحتاجها لانهاء هذه المرحلة الانتقالية سيد جوليان ما الذي منع السوق الصيني ان يكون بديلا للأسواق الاوروبية في استقبال الغاز الطبيعي الروسي على غرار ما تبعناه بالنسبة للنفط كما تعلمين لو اردت روسيا ان تبيع اكثر للصين فهناك فقط خياران فعليها ان تبني اطول خط للانبيب لسد حاجيات الضخمة للصين وطبعا كما ذكر زميلي نعم الطلب من الصين سيزيد وسيرتفع ربما باكثر من خمسين بالمئة بحلول الفين وثلاثين والفين واربعين نعم الطلب سيكون موجودا بكل تأكيد والامر الثاني وما يمكن ان تفعله روسيا هو زيادة صادراتها للطاقة المشكلة هي ان الصين ليست متأكدة تماما هم ربما لا يريدون هذا الخط الجديد ما يسمى بخط قوة سايبيريا اثنين لان الصين يمكن فقط مثلا ان تنتظر لالفين وخمسة وعشرين او الفين وستة وعشرين حين يكون هناك الكثير من الامدادات من الطاقة من قطر والولايات المتحدة ستدخل في الاسواق وهذا يعني بان الصين يمكن ان تستعمل ذلك كورقة ضغط ربما لان تحصل على شروط افضل من روسيا ومن الجميع اذا هذا شيء اما بالنسبة لزيادة مثلا الغاز طبيعي المسال فكما قال زميلي حتى العقوبات المفروضة الان فمثلا ربما روسيا تحتاج الى وقت اكثر لانها تحتاج الى التكنولوجيا وعليها ان تنافس ايضا مع سوق ممتلئ بالغاز الطبيعي المسال وهل ربما روسيا ستبيع في مناطق اخرى غير الصين مثلا في دول فقيرة مثل الباكستان والبنغلاديش ولا ينبغي ان ننسى ايضا بان هناك صعودا مثلا لالطاقات المتجددة في الصين وهي طبعا تحل محل ربما الغاز الطبيعي المسال نعم هم يريدون غازا اكثر ولكننا نرى الان ربما محافظة اكثر من دول اكثر في السوق الصينية وهذا بكل تأكيد صعب جدا لسد حاجية الصين نعم نحن نعرف بانه سيكون هناك طلب على الغاز كبير من الصين ولكن بالنظر الى الدفع من اجل الطاقة المتجددة من الصعب قول ذلك نعم ابقى معي ضيفي سوف نعود لاستكمال هذا الحوار لكن قبل ذلك نذهب لفاصل قصير نتابع من بعده على ما التقى وفيه الغاز المسال ينقذ اوروبا من اسوأ ازمة التقى في تاريخها القرى المحظوظة وليست القرى العجوز قد يكون هذا الوصف الانسب لاوروبا بعد ان نجت باعجوبة من اسوأ ازمة التقى في تاريخها الازمة التي اشتعلتها الحرب الروسية الاوكرانية وكان عنوانها الغاز الطبيعي وضعت في ذلك الوقت مصير القرى على المحك لانها كانت تعتمد على واردات بنسبة 90% من احتياجياتها من الغاز وكان 40% من هذه الامدادات تأتي من مصدر واحد وهو روسيا اللجوء لامدادات الغاز المسال كان بمثابة طوق الناجات لالقرى هذا النوع من الغاز الذي ينقل بالسفن وليس بالانبيب ساعد القرى في التعويض عن 90% من شحنات الغاز الروسي ولعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في ذلك بعد ان شكلت نحو نصف امدادات الغاز المسال التي وصلت لاوروبا تقسل جيد ايضا ساعد اوروبا في تخطي محنتها درجات الحرارة تراجعت بشكل ملحوظ في دول التكتل مقارنة بالمتوسط التاريخي مما قلل من الطلب على التاقة كنتيجة لكل ذلك تراجعت اسعار الغاز الطبيعي في القرى الاوروبية باكثر من 90% مقارنة بالمستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في عام 2022 مما مكن القرى من تجاوز الحلقة الاصعب لكن البعض يرى ان ذلك لا يعني نهاية للمصاعب التي وجهتها القرى الاوروبية فاسعار الغاز المسال اعلى تكلفة واكثر تقلبا الامر الذي قد يبقي القرار هنا للظروف في اسواق التاقة العالمية كما ان القطاع الصناعي الاوروبي لا يزال يدفع اليوم ثمن الازمة بعد ان ادت اسعار التاقة المرتفعة الى القضاء على تنفسيته في الاسواق مقارنة باللعبين الاخرين اذا ربما تكون اوروبا اليوم في وضع افضل بكثير مما كانت عليه قبل عامين تقريبا الا ان هذا قد لا يعني نهاية المتاعب للقارى ويرى كثير انها اخطأت ولا تزال في مجال سياسة التاقة اشتركوا في القناة 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 اكمل هذا الحوار مع ضيوفنا من لندن محل الاسواق النفط في انرجي انتليجنس جوليان ماتيونير ومن موسكو كبير الباحثين في صندوق الوطني الروسي لابني التاقة ستاني سلاف متراخوفيتش سأبدأ معك جوليان هل باتت ازمة التاقة من الماضي بالنسبة لاوروبا وبخصوص ايضا العقوبات التي تريد اوروبا ان تفرضها على الغاز الروسي هل يعني ذلك ان اوروبا تخلت نهائيا لم تعد بحاجة للغاز الروسي في الوقت الحالي؟ في 2021 الاتحاد الاوروبي استورد حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز من الطاقة كما قلتم 40 بالمئة من الغاز كان يأتي من روسيا واوروبا كانت حوالي وردت او كانت وجهة 80 بالمئة من الطاقة الروسية والان وصلنا الى فقط 45 مليار متر مكعب واحدها تأتي طبعا من اوكرانيا وغيرها اذا هذا يمثل انخفاضا بحوالي 70 بالمئة روسيا كانت تعتقد بانها يمكن ان تضغط على اوروبا وتغلق الانبيب ثم ترتفع الاسعار وتضر حين تبيع اقل باسعار اكثر ولكن كما ذكرتم نعم الشتاء لم يكن قاسيا والطاقة الامريكية ساعدتنا او الغاز الطبيعي الامريكي ساعدنا في ذلك اذا نعم اقول بانه بناء على ذلك فازمة الطاقة في اوروبا قد حلت تقريبا انها ليست مشكلة في المستقبل ولن نعتمد ايضا فقط مثلا على الغاز الطبيعي المسال لا اعتقد هذا اعتقد بانه كما قلت مع دخول الكثير من هذا الغاز في الاسواق سيكون هناك 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سيدخل الاسواق بين هذه كمية ضخمة ضخمة جدا عما رأيناها في العشر سنوات الماضية وبما ان روسيا الان كانت تقدم حوالي سبعة او كان لديها سبعة عشر محطة وكانت مبنية في اوروبا هناك الكثير الان من القدرات للحصول على كل تلك الطاقة من جميع انحاء العالم الاتحاد الاوروبي كما تعرفون الان قد وقع اتفاقية الان لحل هذه الازمة والامر ادير بطريقة جيدة ثمانون بالمئة من الغاز الطبيعي الروسي تم استبداله و سبعة وعشرون بالمئة من الطاقة يأتي الان من الطاقة المتججدة في اوروبا اذا اوروبا في وضع جيد لتحصل على امدادات طاقة رخيصة وخاصة بعد الفين وخمسة وعشرين و الفين وستة وعشرين حين تدخل هذه كمية كلها في الاسواق تذكروا مثلا هناك الطاقة التي تأتي او الغاز الذي يأتي من قطر لم يتم التعاقد عليها بعد وهذه الطاقة موجودة واذا اضفنا التوليد من الطاقة النووية فالامر جيد لاوروبا واوروبا نعم ستحتفظ دائما بقوة اقتصادها واعتقد بان سيد جوليان دعنا ايضا نشرك استاذ متراحوفيتش معنا في هذا الحوار ساعود للعقوبات هناك سقف طبعا على النفط الروسي وكما ذكرنا اوروبا تنوي ان تفرد عقوبات على قطع الغاز الروسي كما تحدث جوليان يبدو ان اوروبا تخطط ربما او عودت جزء كبير من الغاز الروسي من قبل حلفاء اخرين ما رأيك في هذه النقطة وما تأثير هذا الموضوع على قطع الطاقة الروسي وعلى الارادات من هذا القطع الارادات اعتقد بانها ربما الاقل اهمية بما ذكرتم طبعا في بداية برنامجكم وان الغازة كان يمثل حوالي عشرين بالمئة من ارادات بالنسبة لروسيا اذا كل الاموال الاختة تأتي من النفط والنفط لا يزال مرتفعا فروسيا تبيع حوالي او تحصل على حوالي مليون او عفوا مليار يورو او دولار يوميا من بيع النفط وكما قلت كانت هناك حاجة لان ننقل هذه الصادرات حيث هناك طلب كبير مثلا في الهند تستهلك الغاز الطبيعي بما يعادل تركيا ولكن تركيا لديها طبعا عدد سكان اقل بعشرين بالمئة من الهند اذا النمو هناك في الهند سيكون عظيما اما بالنسبة للصين فهي تبني ايضا محطات طاقة وستستعمل الغاز اذا هناك حاجة للغاز ايضا في الصين والصين لا يمكن ان تعتمد مثلا على الغاز الامريكي والاسترالي على المدى الطويل بسبب طبعا المشكلات الجيوسياسية والعلاقات المتوترة بين بيجين وواشنطن من سيعلم بسبب مثلا قضية تايوان فاظن بانه من المؤمن اكثر بان تكون هناك انبيب من روسيا والغاز المسال من روسيا على المدى الطويل اعتقد نعم اوروبا ستعتمد على الغاز من الولايات المتحدة وبعض الدول الشرق الاوسط ولكن في الوقت ذاته رأينا ايضا هجرة لبعض الشركات الكيموية من اوروبا مثلا باسف الالمانية قالت انها ستنتقل دائما وتنقل انتاجها من المانيا وستبني محطات جديدة في الولايات المتحدة والصين اذا هناك ضرر قد حدث من وجهة نظري لا يزال هناك اهتمام بالعمل في روسيا لبعض الشركات الاوروبية اذا تحدثنا عن توتال انرجي فمثلا لا تزال لديها اسهم في نوفا تاك وتوتال انرجي لا تزال تستورد الغاز الطبيعي من روسيا وتوتال انرجي ايضا ملكة لاسهم في ييمال انرجي والعديد من المشاريع وايضا شركات اخرى اس البي ايضا مثلا لا يزالون يعملون في روسيا هذه الشركات اعتقد بانه خلال عامين ربما الازمة السياسية ربما ستحل وطبعا ستكون هناك فرص للعمل في روسيا انا اشكركم عضيفي واشكر لكم كل هذه المعلومات من موسكو كبير الباحثين في صندوق الوطني الروسي لامن الطاقة سانيسلاف ميتراخوفيتش وايضا جوليان ماثيونير محلل اسواق النفط في انرجي انتليجنس من لندن شكرا جزيلا لكم عضيفي لهذا مشاهدين نصل لختام حلقة هذا الاسبوع من عالم الطاقة اشكر لكم حسن المتابعة واللقاء يتجدد الخبيثة المقبل الى اللقاء اشتركوا في القناة